وفي الملف السوداني أيضا قال المستشار السياسي لقاء قوات الدعم السريع بالسودان يوسف عزات أنه التقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مسافك بالعاصمة الإثيوبية أدي سبابا وأرفق يوسف عزات صورة للقاء عبر حسابه على منصة إكس وعضف أنه ناقش مع المسؤول الأفريقي التطورات الراهنة في السودان وسبول الوصول إلى الحل الشامل في إطار الرؤية المطروحة من قوات الدعم السريع لإنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة السودانية وعشر عيزة إلى أن موسى فكي قدم له تصور لاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد لحل الأزمة السياسية في السودان وإيقاف الحرب المستمرة وسبول معالجتها بصورة غير تقليدية ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الإنترنت من هذه الأبابة سيد محمد المختار النور المستشار القانوني لقاءة قوات الدعم السريع عضو وفد التفاوض في جدة سيد المختار وحييك وأعتذر أننا أبقيناك طويلا ابتداء ما الذي حدث في لقاء سيد يوسف عزة مع قيادات الاتحاد الأفريقي أولا مرحب بك ومرحب بالأخوة في غنات الجزيرة ومرحب بالمشاهدين الكرام ابتداء دعني أترحم على أرواح المدنيين الذين سرطوا اليوم يراء قصف الطيران في منطقة نيالا وكذلك منطقة صوبة شرية الخطو ما حدث بالأمس تم اتماع مع السيد الرئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي وبصحبة البرغسر والدبات وكنا حضور في هذا الاجتماع وتقدمنا بطرح رؤية الدعم السريح حول معالية الأزمة السودانية وقد استمع السيد الرئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي واستمع استماع جيد لهذه الرؤية وكذلك هو طرح لنا رؤيتهم لمعالية الأزمة السودانية والمبادرة التي يتقدم بها الاتحاد الأفريقي المبادرة المشتركة الاتحاد الأفريقي والإيقاد ومن جانبنا طالعا نحن رحبنا بهذه المبادرات منذ زمن سابق نحن رحبنا بكافة المبادرات المطروحة لمعارية الأزمة السودانية وبالتالي هذا الاجتماع كان اجتماع مفيد ونحن استمعنا لرؤية الاتحاد الأفريقي وكانت رؤية تفصيلية وفيها جوالي مهمة بالنسبة لنا لأنها يمكن أن تقود إلى حل إذا كل الأطراف أمنت عليها فبالتالي نحن استمعنا إليها وندينا في بعض الملاحظات سوف نقولها بعد أن ندرس هذه الملاحظات بعدها سوف نقول رأينا فيها بشكل واضح لكن نحن استمعنا إليها بشكل جيد وكذلك رحبنا بها وبالتالي سنظر نرحب بكافة المبادرات التي يمكن أن تقود لمعارية الأزمة السودانية فيما يخص هذه المبادرات هل عرض عليكم السيد موسى فيكي وقيادات الاتحاد الأفريقي مبادرة واضحة لإيقاف الحرب في السودان سيد المختار بما أنك كنت حاضر لهذه الاجتماعات؟ لم تطرح حتى الآن المبادرة بشكل واضح ولكن هناك تنوير تم عن المبادرة للاتحاد الأفريقي ورحبنا بهذا التنوير ومن جاربنا تقدمنا برويتنا كدعم سريع للاتحاد الأفريقي سيد المختار هل هناك جديد فيما يخص مسألة عودة ممبر جدة للالتعام مرة أخرى؟ نحن حتى الآن لم تتصل علينا الوساطة السعودية الأمريكية بما يتعلق بممبر جدة ونحن الآن من جانبنا زي ما ذكرت لك نحن من أول يوم ذهبنا إلى ممبر التفاوض وكان موقفنا واضح اتجاه معارية الغضية ووقف الحرب ويقاف معاناة الشعب السوداني لكن الطرف الآخر هو ظل متعلق وظل متمسك وداد إذن يعني في السابق النظام السابق وهذا النظام هو امتداد للنظام السابق اللي هو الموجودين الآن في الجيش هو امتداد للنظام السابق يرفضون في بداية أي مشكلة في السودان من مشكلة جنوب السودان كانوا يستعنتون يصفون الحركة الشعبية حركة متمردة ومليشيا وغيرها وفي الأخير جلسوا معها في مشاكس وجلسوا معها في المنابر حتى أدى إلى فصل السودان كذلك عندما بدأت حركات دارفور بنفس المنهجية وبنفس العقلية ظلوا يرددون نفس هذه الاتهامات أنها حركات متمردة ومليشيات وغيرها وجلسوا معها في جبا وفي بقية المناطق وكان هناك اتفاق في الدوحة واتفاق في أبوجة وأخيرا اتفاق سلهم جبا فبالتالي نحن يعني ما بهمنا موقف الجيش الحالي بغدري ما بهمنا موقفنا نحن المبدأي اتجاه معالية الأزمة السودانية بالطرق السدمية وبالتالي سيد المختار فكرة التأم منبر جدة قريبا أو أي منبر آخر تفاوضي على ما يبدو أنه مستبعد في القريب العاجل بناء على خطاب البرهان وخطابه نحن اتابعنا خطابات البرهان منذ خروجه من مخبايه من القيادة العامة وذهب إلى بارسودان ثم زيارته إلى مصر فكان خطابه يعني فيه نوع من الازدواجية وفيه نوع من التردد عدم الوضوح إما أن يكون البرهان هو يعني ما حوله من كيزان وحوله من فلول لا يريدون الذهاب إلى التسوية السياسية الشاملة القضية والذهاب إلى السلام فبالتالي زل مرات يلوح بإنهاء الحرب وظهر ذلك في خطابه في مصر عند زيارته إلى القاهرة وكذلك عندما أتى ورجع إلى بارسودان غير خطابه وقال نحن مع الحسن العسكري وهو لا يستطيع أن يحسمنا عسكريا لأنه ظل زهاء الأربعة شهور وعشرة أيام ظل في مخبأ ولا يستطيع أن يتحرك لكن خرج من مخبأه وخرج دون تنصيق معكم ولا بإذن معكم كما كنتم تطالبون ويتحرك الرجل وسط قواته للولايات المختلفة ثم يخرج خارج السودان لديه زيارة للجوبة غالبا غدا زيارة للدول العربية سيذهب إلى نيويورك كما يقال ويشاع الرجل يتحرك كرئيس دولة الآن في حين أن الفريق حميتي لا يظهر أبدا يا أخي الكريم أين رئيس الدولة وعاصمتها الآن كلها ساقطة في يد الدعم السريع وولاياتها الطرفية كلها ساقطة في يد الدعم السريع لا يجد الآن رئيس دولة وحتى الاتحاد الأفريقي في المحوط الأفريقي لا يعترك حكومة الآن موجودة في السودان منذ 25 إكتوبر وحتى الآن لا يوجد أي اعتراف في أي حكومة الآن موجودة ولا توجد حكومة الآن موجودة حتى يكونه رئيس للحكومة أو الرئيس لمجلس السيادة مجلس السيادة كان موجود وفقا للوسيقة الدستورية قراراته تتم وفقا للأغلبية وبالتالي الآن في قرار أحادي من رجل أحادي يتحرك في ولايات طرفية وليس له أي قيمة بالنسبة للشعب السوداني وحركة ولايس له أي معنى بالنسبة لنا حركت الآن في بورسودان وفي بعض ولايات الشركة هذه حركة من أجل الاستنفار المواطنين بما أنكم سيطرتم على العاصمة كما تقول سيد المختار وحتى لا أطيل عليك ومسيطرين كما تقول أنت أيضا على بعض الولايات الطرفية لماذا لا يتحرك بحرية وأمام الإعلام الفريق حمتي هذه التقديرات نترك الغيادة متى يتحرك ظهر في السابق في كافة الغنوات أو كان في غنات الجزيرة ظهر في بعض الغنوات وأخيرا برضو ظهر أوام جنودي ومام قواتي والآن يدير العمليات بنفسي هذه التقديرات معلومة لدينا ومعروفة القائد لا يمكن أن يصهر للعالم تحتاج أي ظرف أو أي ثم فهذه هم وجودة الآن ويذير العمليات فخروجه هو مسألة وقت ليس إلا نحن الآن شقالين في العمليات وكل ترتيباتنا الآن تجري في إطار ترتيب العمليات لأن هؤلاء لا يفهمون إلا بلقة السلاح ولقة البندغيين فبالتالي نحن الآن عندما هرب البرهان إلى برسودان وفر بجلده وترك وراه جنوده يواجهون مصيرهم المحتوم وهو الموت فهذا لا يعفيه أو لا يمنعنا من الرسول إليه عندما نريد نحن الرسول إليه أخي محمد أنتم تصلوا إليه وهو على بعد أمطار منكم فكيف ستصلون إليه وهو حر طليق وهو بعيد عنكم يعني فبعض بيقول أنه هذا فيه كلام في مبالغات من قبلكم ليس لها صدى على أرض الواقع نحن الآن مبالغ نحن الآن مسيطرين على مركزية القوات الموجودة على مستوى الخرطوم كلها وما تبقى منها من جيوب نحن الآن محاصرينها فبالتالي نحن الآن مبالغ نحن الآن الموجودين على الأرض ونحن الآن مسيطرين على منطقة الشجر المدرعات ونحن الآن مسيطر على منطقة مركزية ونسيطر على منظومة الصناعات الدفاعية ومصنع اليارموك وغيرها من المناطق العسكرية المهمة فبالتالي نحن لا نبالق ونحن قدت لك إن أريدنا أن نسب إليه لأن القدرة أن نسب إليه هي مسألة وقت ليس إلا فبالتالي نحن لا نريد أن نمدد الحرب خارجة طار العاصم لكن إذا اضطرنا لذلك لدينا القدرة أن نبع زال السيد محمد المختار النور المستشار القانوني لقائد قوات الدعم سريع عضو وفد التفاوض في جدة شكرا جزيلا لك كنت معي عبر الإنترنت من أديس أبابا